بالموضوع اللي كل الناس بتتكلم فيه ألا وهو الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر بالفعل أصدرت بيان رسمي البيان بشأن تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية الشركة القابضة لكهرباء مصر قالت في بيانها ما هو نصه كالتالي السادة المواطنون يتم الالتزام بتنفيذ برنامج تخفيف الأحمال طبقا للقدرات المطلوبة من كل تحكم مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية عشر دقايق قبل رأس الساعة وعشر دقايق بعد رأس الساعة وقال لا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل الطيار البيان بيكمل بيقول ونهيب بالسادة المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الفترة المحددة للفصل حفاظا على سلامتكم مع الأخذ بالاعتبار أنه سيتم تفعيل ذلك النظام بداية من منتصف ليل اليوم السبت الموافق 22-7-20-23 وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بنتمنى أنه يعني المسألة دي كلها تحل وأنها تاخد أقصر وقت ممكن وأنها ما تطولش ده مما لا شك فيه البيان علشان لو هالناس عايزة تبقى عارفة أنه فصل الطيار مش هيبقى شغال اعتباطي أو تخفيف الأحمال تعديدا ولكن يبدأ عشر دقايق قبل بداية الساعة أو عشر دقايق بعد بداية الساعة فصل الطيار أو تخفيف الحمل بيبقى المدة ساعة واحدة فقط لا غير عن المحطة المستهدفة ده علشان تبقى عامل حسابك في الفترات اللي زي كده بيستأذنوا أنه ما تستخدمش المصاعد الأسانسرات خالص خلال الفترة يعشر دقايق قبل بداية الساعة أو عشر دقايق بعد بداية الساعة طبعا ده حفاظا على السلامة